طيب شيخنا بعد رد القرآن البيني هذه السفسطة الفلسفية المتعلقة بأصل النشأة والخلب طبعا الجاهليات قبل القرآن والأمم كلها تواطأت على تكريس صورة دونية للمرأة وترويج أيديولوجية عنصرية ضدها كيف أعاد القرآن للمرأة لاعتبار وما هي مظاهر تكريمها يعني ما منزلة المرأة في القرآن بارك الله بكم بالنسبة لهذا الذي ذكرته أغلبي وليس عاما في كل الحضارات فمن المعلومة أن حضارة فارس مثلا كان فيها ملوك وملكات وهكذا في بعض الحضارات الأخرى كحضارة اليمن التي ملكتها بالقيس لوجدت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء ولها عرص عظيم وقد انقاد لها قومها فقالوا نحن أولو قبة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين لكن بالنسبة لكثير من الحضارات وكثير من البداوات أيضا ظهر فيها هذا الحيف على المرأة ومن ذلك ما كان سائدا لدى أهل جزيرة العرب في الجاهلية من نظرتهم الدونية إلى المرأة وقد قال الله تعالى وإذا وشر أحدهم بالأنثى ظل وجههم مسودا وهو كظيم وكذلك قال تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ومع ذلك جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا فهذا التناقض لدى أهل جاهلية واضح لكن الله سبحانه وتعالى كرم المرأة وبيّن أن الموؤودة ستسأل بأي ذا من قتلة قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذا من قتلة وذلك من شأن أهل جاهلية لأنه قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجههم مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون أي على مذلة وهوان ودناء أو يدسه في التراب يمسكه على هون أما يدسه في التراب هذا هو الوؤد وحرر الله المرأة من ذلك وحرم قتل النفس التي حرم الله الله بالحق ثم بعد ذلك ساوى بين النساء والرجال في الحقوق عند بناء الأسرة فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فيما يتعلق بإقامة الأسرة وكذلك بيّن سبحانه وتعالى أن لهن من الحقوق وعليهن من الواجبات مثل ما على الرجل بل جعل الخطاب موحدا فقال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً بالوالدين أحساناً وبذي القرباء واليتاماء والمساكين والجاري ذي القرباء والجاري الجنوب والصاحبي بيد جنبي وابن السبيلي وما ملكت أيمانكم الصاحب بالجنبي هو الزوج والزوجة ولذلك سوا بين الوالدين في الحقوق فقال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحساناً وقال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً بالوالدين أحساناً وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالده أحساناً وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالده حسناً وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالده وكذلك ما يتعلق بحقوق النساء وعلى الرجال فقد شرفهن الله سبحانه وتعالى وحررهن من هذه القيود حتى مما كان من شأن أهل الجاهلية من العوائد كانت المرأة إذا توفي زوجها تحبسه سنة كاملة لا تتطحر ولا تتزين ولا تخرج ويكون أولاده من غيرها أيضا يملكون أمرها يمكن أن يتزوجها من شاء منهما وأن يبيعها لغيره فحررها الله من ذلك وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشفرين وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناحا لكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فجعل ذلك إليهن وجعله فيما فعلن في أنفسهن فلا يمكن أن يجبرن ولا أن يكرهن على ما لا يردن وكذلك بيّن ما للوالدات من الحقوق تجاه الأولاد فقال والوالدات يرضئن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكله نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك وكذلك بيّن أن الحق في الحضانة مشترك بين الأبوين فقال فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وكذلك بيّن في سورة الطلاق ما يجب على الرجل من كسوة البرأة وسكناها والنفقة عليها وبيّن أن ذلك من حقها وقال ليونفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فليونفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر وحررهن كذلك من الأوهام والخرافة التي كانت سائدة فكان الناس يظنون في الجاهلية أن المرأة دائما شؤم وأنها إذا برزت للإنسان فذلك نذير شؤم وهكذا يقولنا كما قال الأعرابي لما بشر بابنتي له قال ما هي بنعمل ولد برها بكاء وقال نصرها بكاء وبرها سرقة يقصد أنها إذا نصرته في قتاله وحروبه إنما تبكي فقط عليه وبرها إذا برته بمال فإنما هو سرقة من مال زوجها نعم